أحبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي محاولة تسلل جديدة للميليشيات الحوثية الإرهابية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة وأجبرتها على الانكسار والتراجع واندلعت اشتباكات لأكثر من ساعتين غرب مديرية حيس بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة تمكن خلالها أبطال القوات المشتركة من دحر عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية وتكبيدها خسائر فادحة حيث لقي عدد من عناصرها مصرعهم وجرح آخرون في ملاذ البقية بالفرار وتلقت الميليشيات الحوثية منذ مطلع الأسبوع الجاري خسائر كبيرة على أيدي أبطال القوات المشتركة في مديريتي حيس والدريهم خلفت عشرات القتل والجرحة من عناصر الميليشيات الإرهابية ودمرت عددا من الآليات التابعة للميليشيات